يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية تعالوا بقى نتكلم في الفقرة دي شوية عن كرة القدم العالمية والمستجدات اللي بتحصل كل يوم والتاني وسوق الانتقالات والمركات الصيفي وحاجات كتير قوي كمان من ضمنها أكيد انطلاق الدوريات الأوروبية الأكبر والأهم بنرحب بضفنا اللي منوارنا في حلقتنا النهار دروا السيد أحمد غنيم الناقد أرياضي يا صباح الفل عليك صباح خير عليك كريم على كل مشاهدك قوله تمام كله تمام الحمد لله ميمار أخر المستجدات والسعودية مستمرة في إبهار العالم إيه رأيك في اللي بيحصل ده له مشروع طبعا بروشيكت بدأ يعني واضح أنهم خططونهم الفترة وبدأ طبعا منذ استجدام البرتغالي كريسيا رونالدو إلى النصر في يناير الماضي بشكل مجاني بعد كده طبعا العجلة بدأت تدور في لكن طبعا العجلة دارت بشكل بسرعة لم يكن أحد يتخيله بهذه السرعة طبعا الصفقة فوجة نظري أهم صفقة من ناحية التسوقية أهم حتى من صفقة كريم الزيمة وصفقة التعاقد الليل مع نيمار بصراحة لأن نيمار الحقيقة لعب من تسوقيا مهم جدا آه عانى في السنوات الأخيرة مشاكل الإصابات ومتخبص في المستعمل ذاكرة نعم بك عبالة كثيرة آه لأن كثيرة تسوقية صفقة مهمة جدا للهيل خلاص تم الاتفاق وتوقيع عوجوده وخضع الفحص الطيب في العاصمة الفرنسية باريس بالأمس الصفقة هتتكلف حوالي بحسب المصادر الموصوكة من 90 لقرابة 100 مليون يورو سيدفعها الهيلال إلى نادي باريس سان جرمان راتب نيمار السنوي سيكون قريبا بعض الشيء من كريسان رولدو ممكن بالبونس والإضافات والحوافز بيصل 150 مليون يورو عقد المدة سنتين يتبقى فقط الإعلان الرسمي يا لها بالحوافز يا محمد بالظافت يا محمد يا لها عندنا لما بتقول كلمة الحوافز بنتكلف 400 جنيه يعني عادة المصطلح ده في عالم الموظفين بيبقى الرقم كده أنا سأقول لك يا كريم يعني الهيلال يعني بعد في انتظار إعلان صفقة نيمار اللي هو خلاص وقع العقد اللي ما الهيلال بات أول فريق في تاريخ العرب وفي تاريخ قارة أسيا الكيمة السوقية بتاعت العبيب تتخطى حاجز 200 مليون يورو 223 مليون يورو طبعا بعد وصول نيمار للكيمة السوقية بتاعت نيمار حالان 60 مليون يورو بحسن موقع ترانسفير ماركت وبالتالي طبعا أن يكون الهيلال أول فريق في تاريخ العرب وأسيا بيصل يتخطى يعني بيقترب من حوالي ربع مليار الكيمة السوقية بتاعته دي عمرها ما حصلت بالنسبة للهيلال من أكتر الأندية حاليا يعني بعد صفقة نيمار هيبقى من أكتر الأندية انفاقا في أمريكاة ومع تشيلسي طبعا أن تشيلسي كمان يعني عمل صفقة تاريخية بالأمس مويسيس كاسيدو أغلى اللعب في تاريخ الدور الإنجليزي حوالي 150 مليون يورو سترلين لكن صفقة نيمار صفقة مهمة جدا من ناحية التسوقية للدور السعودي ما فيش إعارة برشونة كل ما أصير عن هذا الأمر الهيلال هي أنه هيجا يلعب يحتمل حتى تلعب مباراة الفيحاء في الجودة التانية من الدور السعودي يوم السبت المقبل بإذن الله احتمال كبير يكون متواجد في القائمة لسه مش عارفين لكن بالتأكيد في حفل استقبال ضخم ليه في العاصمة السعودية الرياض بيكون بحضور حوالي أكتر من 70 ألف متفرج متوقع أن حفل استقبال ممكن يكون بكرة وممكن يكون بعد لسه مش عارفين لكن بالنسبة كبيرة جدا إعلان الرأس مع الصقة سيكون مساء اليوم بإذن الله في اليومين اللي فاتوا كلمة أو عبارة منفتح على اتكررت في وقعتين وقعت اللقطة اللي حاب برضو قفت معك عندها لقطة محمد صراح وخارج بعد يعني طلب استبداله دي حاجة و 70 تقريبا في اللقاء الأول في الدورة بقى النسخة النسخة دي من الدورة الإنجليزية ليفربول قدام تشلسي وانت أكيد شفت الحالة الغضب اللي كان عليها محمد صراح وكان نطلع يعني قالب وشه تماما وخدنا بالنا نيورجن طبعا بعمل نفسه بفوخ باله عشان ما يضطرش يدخل في أي مشاهدة في بعض الصحف حاولتها بالأمس يعني فيه أحد الصحف أو إحدى القناة التشعيرة القطرية الرياضية القطرية قالت إن فيه مصادر لي أن محمد صراح بات مفتح على الانتقال الاتحاد بعد ما كان يفتح عليك بعد اللقطة دي لكن أنا أعتقد صعب صعب يعني أنا ولا أتمنى بصراحة مش عشان يعني أكيد دوري صعود دوري قوي جدا وكل حاجة لكن محمد صراح يعني هو النجم الوحيد لنا يعني بعكس نجوم مثلا كتير مثلا سواء برازيليين أو فارقة حتى احترفوا الوقت في الدوري الصعود يعني عندنا محمد صراح ومحمد النني الأسماء بتاعيتنا في الدورات الأوروبية خمسة كرة مش كبيرة وصلاح قادر على تقديم الإضافة احنا شاهدناه في مبارات ليفربول وشيلسي هو اللي صنع الهدف بتمريرة ساحرة لويس دياز وكان قريب جدا من تسجيل هدف وكان يدخل يعني تاريخ البريمليك كأول لعب يسجل أكتر عدم الأهداف في الجودات الفتاحية بتاريخ المسابقة بشكلها الحالي لكن طبعا هو قرار كلاب بقرار خاطئ لكن برضو عشان أكون يعني أمين مع نفسه أمين مع السادة المشاهدين برضو ردت فعل صراح يعني كان المفروض هو لعب مبالغ فيها سينة مبالغ فيها سينة فيه كنترول أكتر طب ليه قرار كالخاطئ في رأيك يعني هو في الآخر يعني هو نفسه يورجين كلاب نفسه قال في المؤتمر الصحفي ما معنى أنه طبعا محمد صلاح ما معنى أنه ظاهرة كروية ومحطم للأقام القياسية لكن في الآخر أنا المدير الفني هو بالتأكيد ما كلام موزون برطة بالزبط هو كلام كلوب كلام محترم جدا لكن أنا كقرار فني لا أنا مختلف معاه لأن أنت التبديلات اللي نزلتها أصلا مش تبديلات هجومية أنت واحد واحد وأنت خارج من موسم ماضي صعب جدا وتبدأ قدام تشيلسي وفي ملعبة تشيلسي وعايز تحقق مكساب تقول للناس أنا موجود والمسم ده يبقى مختلف عن المسم اللي فات ويكون بدأ قوي طبعا دي مش مؤشر على المسم ده لكن أنا أتكلم أنت كنت عايز تحقق النصار محمد صلاح هو اللعب اللي وحيد حاليا القادر على الاحتسال الفارق في ليفربول شاهدنا في الشوت الأول أكتر من فرصة كرة في العرضة صنع الهدف ليوز دي الهدف لعه لم يحتسب بعد الرجوع لتقنية الـ VAR فلا يعني كان مفهول محمد صلاح يكمل لكن ده ما ببررش يعني ردد فعلي محمد صلاح بفهول قفي لأنه هو وصل لمرحلة احترافية كبيرة جدا فكان يفترض يكون ما هو عشان وصل لمرحلة اللي أنت بتتكلم عليه ناس كتير اندهشت شوية بالضبط أو انزعجت حتى خلينا نقول من مبالغته في ردد الفعل بتاعته بالضبط لأنها كمان جاية في وقت هيبقى فيه القيل والقال كتير لكن هذا برضو يعني صحيح انه معجبنيش يعني يعني نيكلوب غير محمد صلاح لكن في وصل الكلوب أولا لم يتحدث معه تركه خالص في المباراة عشان بيحصلش أي تنشد قدام الكاميرا والصحافة الإنجليزية في الحاجات دي يعني ما بتصدق صراحة يعني والصحف العالم كلها احنا كصحفيين في الأول في آخر احنا هدفنا يعني بنرصد لقطاته للخبر لكن في نفس الوقت الحمد لله بالنسبة تلعت من ماتش مبارح كله على فكرة باللقطة دي بالزبط بالزبط وفي أوروبا مش في مصر بس عشان محمد صلاح حتى في الصحافة البرتنية تحديدا لكن أنا يعني لأ أتمنى ولأ أتوقع أن محمد صلاح الدوري السعودي طموحه كبير جدا ورابع عباس نفسه من كام أسبوع نافت قصة دي تماما وكيليه طبعا وقال إن احنا يعني مستمرين مع ليفر بول حتى على الأقل حتى نهاية العادة في 2025 وأنا أتمنى زالك بإذنها طيب دي لما عبارت منفتح على دوري السعودي منفتحا على التجديد مع باريس سان جرمان كان كيليان بابي كان يعني لأن إدارة باريس كتواضحة جدا إما أن تجدد وعلى أقل يعني ممكن نتفاوت بقى أنت ممكن نحط شرط الجازين تتمشي في صف عشرين أربعة وعشرين بس إحنا نستفيد ماديا لكننا لن نسمح برحلات مجانا وإن استمرت على موقفك سيتم تجميدك طوال الموسم وبالتالي هو كيليان بابي صعب جدا عليه إنه يقعد سنة كاملة ملعبش خاصة الصف الجاية كريم صف عشرين أربعة وعشرين في أولمبياد باريس وأعتقد أن كيليان بابي سيكون متواجد في قائمة منتخب فرنسا وعندنا أيضا كاس الأمور الأوروبية التي نظمها ألمانيا بإذن الله وبالتالي بالتأكيد هو يريد أن يلعب عشان يشارك في بطولتين دول بلاس طبعا من يعرف يعني هو فيه مشروع جديد حاليا بروشكت جديد مع لويس إنريكي صحيح أن البداية كانت متعسرة ضد لوريان في دولة الفرنسا وتعادل صفر صفر لكن واضح أن فيه أسماء جديدة بقاش فيه واضح أن بروشكت تتغير كلنا يا كريم في باريس سان جرمان بقاش فيه اعتماد على الأسماء الرنانة نيمار ميشي ميشي باراديس خلاص رايح روما ريناتو سانشز رايح روما ماركو فيراتي مش عارفين حتى الآن إذا كان هيروح للهلال ولا هيبقى لكن باريس سان جرمان مفتح على بيعه واضح أن فيه بروشكت جديد لباريس سان جرمان فأنا أعتقد أن كليم بابي خدت قرار السليم وأعتقد أن ممكن نشاهده طبعا لسه حتى المفاوضات لسه يعني ما انتهتش أو مش عارفين نجحت أو فشلت لكن أنا أتوقع أن كليم بابي سيتم يعني ممكن يتم تجديد عدو 20-25 مع وضع بند شرط الجزائي بيسمح ليه الرحيل في 20-25 مقابل مدي وأعتقد ده ممكن يكون حل مرض الجمال سكرك الكريم ده ممكن يحصل شفنا لها مظاهر كتير بينه وبين ناصر الخليف بالزبط يعني لكن هو في الأول وفي الآخر هم ناس بروفيشناس وكل واحد يدور على مصلحته كليم بابي يعني إن استمر الموسم ده ياخد مكافئة الولاء واخد جزء الأول من 40 مليون يورو ويتبقى 40 مليون يورو ليه أخرى ياخدها في واحد وواحد داتين أغسطين إن شاء الله وأتوقع أن ياخدها خلاص أنه مكمل خلاص ودخل خلاص ودخل في التمرينات ناصر الخليفي كرئيس نادي وكرارجو الأعمال لو بيبص على مصلحته وعايز يخلع أكبر مكاسب هو الآن لن أسمح برحيل كليم بابي يعني هو كامل مصلحته أنه يخبط التخبيط اللي يشوفنا ده أعتقد جاب أوتيس يعني أوتيس مارو بدليل كليم بابي ردخة وأعتقد فيه كلام أنه ممكن يجدد عقده 20-25 حتى لو هناك شرط الجزائي لكن بالتأكيد النقطة الكيف في الموضوع كله وأنه لن يسمح برحيله مجانا وأن بريس كان جامل مكاسب مليئة من وراء بي من ضمن الأخبار اللي أنا كنت بقولها المشاهدين في حلقتي النهاردة كم منهم خبر حلو أكيد خدت بالك منه وأكيد عرفته حتى من قبل كده فكرة انتقال لعب مصري للفريمير ليج وهو عنده 17 سنة أستن فيلا لما تعاقد مع عمر خضر لعب زاد أفسي بص الواحد انبسط يعني عارف فرحت كده وحسيت أن دي تنديعة لحاجة حلوة جاية أن تجربة محمد صراح ممكن نشوف لها يعني وعمر فات متكررة وعمر فات مدافع المقنوع على أبقابك وسن الأدل خاص من المنطقة الإندي فانر بخشا التركي واحد من أعرق الأندية التركية يعني نتمنى ده اللي احنا والله كنت يا كريم بنادي به يعني بقالي سنين أن احنا يا جماعة لازم نفتح الباب للاحتراف اللي عابين في السن الصغيرة شاب دي خطوة مهمة جدا ليه طبعا هو لسه هيبدأ مشوره إن شاء الله من لما يوصل سن 18 سنة فيه يعني تحديدا من الصيف 20-24 إن شاء الله هيبدأ مرحقة يعني بتجربته الاحترافية مع أستون فيلا شوفناه في صور متصور مع فليبي كوتينيو أحد أهم اللعيبي أستون فيلا متصور برضو مع هناي إمري المدرب فانا إن شاء الله تكون تجربة كويسة لي ونتمنى يعني أكتر يعني زيادة أكتر طبعا يعني أيا كان الوقت اللي عضوا في ملاعب لكن خلاص سنين قريب حقبته خلاص تنتهي فإحنا مش عايزين نعيش على ظل على ظل محمد صلاح خمسين أو مئة سنة يعني عايزين إن شاء الله يكون فيه محمد صلاح قاضي ومحمد صلاح ثالث ورابع يعني ده أولا كمان بيرفع كمان من شأن البلد يعني اللي بيعمله محمد صلاح وتوجد قسمه محمد صلاح جيب شان كينج والدعاية دي دعاية بملايين الدولارات لنا برا مصر مليون في المية مليون في المية برضو من الأندية اللي كان فيها ناس رايحة وناس جاية وقالة في حاجات كتير باير ميونيخ من ضمن الناس اللي استجدت على باير ميونيخ طبعا هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا اللي انضمه مؤخرا لباير ميونيخ برضو رأيك في الصفقة دي صفقة تاريخية بكل ما تحدي متكلمة بمعنى أغلى لعب أغلى لعب في تاريخ بار ميونيخ 120 مليون يورو بحساب إضافاته بالحافز أغلى لعب في تاريخ البوندزليج تاريخ الدرو الألماني أغلى صفقة بيع في تاريخ توتنام وبيتلها صفقة تاريخية بكل ما تحمل الكلام بمعنى وصفقة تساوي دور أبطال أوربال بار ميونيخ لأن الطموح مشترك بار ميونيخ بيفتقد للمهاجم الصريح منذ رحيل روبرت ليفاندوفيسكي صوبة برشونة في صفقة 22-22 كان عنده مشكلة كبيرة في دي وساد يوماني ما عرفش يحلها وبطالة طبعا وراحها للصف ده صوبة النصر السعودي بنفس الوقت بار ميونيخ يريد أكيد هو مش جايبه عشان دور الألماني بار ميونيخ واخد 11 دور الألماني متتالي وحتى في غياب المهاجم الصراح استطاع أن يفوز به الموصل من موضوع الصراح إن طبعا ده كان يسبب أخطأ أساس جامل بروسيا دورتهم في الجولة الأخيرة لكن هو حق اللقف الآخر بار ميونيخ فأنا أعتقد أن التارجد الأساسي الهدف الأساسي من استجدام باير ميونيخ لهاري كين هو وفي نفس وقت الهدف لهاري كين لأن هاري كين يا كريم رغم كل هذه المصيرة الأسطورية على مستوى التهديف والأرقام لم يحقق أي لقف في مسيرتي سواء مع توتنام أو منتخب من جلترا وبتالي رغبة مشتركة وأعتقد أن بار ميونيخ بشكل مبدئي يعني بصرف النظر عن خسارة السوبر الألماني يوم السبت الماضي دي لايبزيك بيت السلاسية دون رد ولكن أعتقد يعني مع أن صار هاري كين وأن صار المجموعة والوجود يعني تفاوم أكتر ممكن نشاهد بار ميونيخ منافس جدا علاقة بالشامبزيك هذا الموسم على ذكر نادي النصر السعودي اللي انتقل لي مؤخرا آخر الوافدين لي يعني سادي ومانيه وابتدينا نشوف حاجات حالوة كده وانتو لطيف ما بينه وبين كريستيان ورونالدو كريستيان ورونالدو يعني كذا مرة قبل كده يتعرض وبصفة خاصة لما بيكون النصر بيلعب الهلال بتلاقي جزء جديد من جماهير الهلال إن ما كانش الجمهور كله ماسي ماسي ويستفزون موت والغريب أنه هو يعني فيه يعني مثلا مرات بيكتم مشاعر وتحس أنه يعني محايد في تعبير وشه ووقت تانية لأ بيبان الغيز على وشه يعني التوجه ده عبد جمهور الهلال جمهور نميز برضا أنا أعتقد يا كريم أنه كمان الغز ده حوله في نهاية كاس البطولة العربية لما سجل هدفين والنصر كان متأخر بعشر يعني النصر كان بيلعب منقوص بعشر لعيبة ورغم تفاوك ده العدد دي لكن النصر استطاع الفوز لأنه عنده لعب كلمة كريستيان وردو وأعتقد ده برضا يا كريم بيفصر إسرع الهلال في مفاوضات ضم نيمار لأن جورجي جيسوس مدرب الهلال اشتكى أكتر مرة ما عندهش حتة المواجم الصريح الفينيشر إن اللعب اللي بيخلص في المرمى بيفتقد أصلاحي إن مبارح كسب في الدولة السعودي 3-1 وكلها 3 ساعة وحتلقوا تعاقده برضو مع نجم معالمي في هذا الإطلاق فيه كلام بالمواجم مع ميتروفيتش لايسا فقط هيبقى نيمار آخر صفقة هجومية فيه كلام بيحاوله مع أليكساندر ميتروفيتش مواجم فولهم ممكن يتم الاقتراب من حاسمه في الفترة المقبلة لسه مش عارفين الأمور تمشي إزاي لكن بالتأكيد بالتأكيد أن الكرسان رونالدو يعني لعب أسطوري يعني واحد من الأعظم اللعبة في طريق قرارة القدم مع ميسيو وماردونا وبليه مع أسماع لكن رونالدو الحقيقة في 38 سنة كريم وأنه يكون بهذا الحماس وهذا الروح حاجة يعني مش طبيعية بصراحة حاجة جبارة وأمانة جبارة فيه ناس كتير قالت أنه هو بطبيعة الحال انتقل عشان العرض المالي الخيالي اللي هو حصل عليه بمجرد موافقة على الانتقال وفيه ناس تانية شافت بعد ما تابعت كريستيان رونالدو مع النصر السعودي كان ماتشو وراء بعض قال لك لا ده مش بيلعب عشان فلوس ده راجل بيلعب عشان المجد عشان يحافظ على المجد اللي هو حققه قبل كده في السنين اللي فات انت شخصيا شايف الصورة إزاي هو أولا مش عايب إنه يلعب عشان الفلوس يعني دي وظيفته هو لعب راجل بروفيشنال اللي عب كرة القدم العرض اللي جايله كان ضخم هو رونالدو حقق قفل كرة القدم على الصعيد الأوروبي خد كل حاجة حتى مع مدخب البرتغال خد كلها وكان بيبقى ليه كاس العالم ولم يوفق فيه يعني اللي وفق فيه طبعا منافسه التاريخ الولي المسي ودي عامل توفيق في الأول وفي الآخر يعني لكن رونالدو قفل كل حاجة قفل كرة القدم في أوروبا وبالتالي هو خد شاف التجربة دي هكون مناسبة ليه في الدور السعودي بشكل كبير جدا يعني وبالتالي لأ رونالدو الحقيقة لعب أسطوري لعب يعني 38 سنة وعنده الحوافز دي والنهم ده والشغف ده بتسجيل أهداف حقيقة يعني بجد والله يعني ده نموذج وقدوة لكل لعب كرة القدم ناشئ على مستوى العالم وملهم بكل ما تحمله وكلمة ملهم من معنى بالضبط بالضبط طب تعرف حشو قريبا للدول الفرنسي ومش حققق قوي عند باريس سان جرمان واللي جاي لأنه برضو مبهم إلى حد ما يعني الصورة نقدر نقول هي مش واضحة قوي بروجيك تكله جديد يا كريم بقى مدرب جديد أسماء جديدة كتير انضمت ببقاش فيه خلاص موضوع سياسة الانفاق على النجوم واستقدام النجوم بقى مبالغ باهزة بقى فيه يعني استقدامات بالفعل كلهم معظموا اللاعبين صغار في السن فالبروجيك لسه جديد فبالتالي الحكم على باريس سان جرمان من مباراة لوريان اللي يتعدلها صفر صفر ده يبقى حق مصالم بس احنا زي ما اللي خصنا في الدورة الانجليزي النيني ومو صلاح بقالنا برضو اللي خصنا في الدورة فرنسي ومصطفى محمد مع نانت وعمل شغل يعني اعتقد مرضي ولا انت شايفه زي بالزبط مصطفى محمد سجل هدف يعني ضد تولوس في الدورة الفرنسي صراحي انهم خسروا بنتيجة 2-1 ولكن قدم مستويات مردية بصرف النظر الهدف سجل من ضرب الجزائل لكن هو قدم مستويات مردية وده يعني بدليل ان ادارة نانت مجتمع بي انهم حاولوا بندل اعارة لشراء نهائي الصيف ده من نادي جلدة السراي فمن شاء الله نتمنى توفيق لمصطفى محمد وفي الاخر ده بيصبح صالح منتخب مصر اللي احنا خلاص يا كريم احنا حوالي خمس تشف تقريبا هنخش في معامعك كاس أم أفريقيا والبطولة المجبلة نسخة المجبلة نسخة صعبة جدا عندنا منتخب المغرب المتحفز منتخب السينغيل اللي عايز يحافظ على اللقب منتخب كوت فوار الكاميرون نيجيريا فيها تبقى فيه اسماء قوية جدا في البطولة فبإذن الله ان شاء الله يعني تقلق المحترفين نفس اللي احنا في شكل كبير جدا طيب برضو بقالنا اللي يخصنا في الدوري الألماني يالله بصلي عنا عشان حاجاتي بتتنظر خلي بنا كمحمية عمر مرموش مع فريق الفرانكفورتي يعني برضو شايف تجربته هناك عاملة زي عنده خبرة اللقاءة خاصة عمر مرموش في الدوري الألماني لعب يعني كان في فولفسبورج ولعب عرف شتوتجر تحليم مع انترخت الفرانكفورتي بالمسبب الكريم انترخت ده هو حامل لقب دوري بطولة اليوروبا ليج في الموسم قبل الماضي طبعا استقالوا الموسم ومباركة سهلة في دوري بصلي من كاس ألمانيا فازوا 7 حوالي 7 أو 6 صفر حقا كده سجل هدف وهدف كان جيد جدا من وجهة نظر نشاهدت الهدف حقا كان هدف جيد جدا تجربة ليه في البداية طبعا ما شاركش في شكل أساسي وده ممتظر ان هو لسه جاي جديد على الفريق ومباركة حتى حتى في كاس ألمانيا ان شاء الله بقى مع بداية الدور الألماني من منطلقة من يوم الجمعة المقبل سنبدأ نشاهد ان شاء الله عمر مرموش وتقلق أكتر بإذن الله يكون برضو إضافة كوية ان شاء الله لمنتخب مصر لأن يا كريم دعنا نعترف المنتخبات الأفريقية ومنتخبات شلو أفريقيا المنتخبات العربية موجودة في كارة أفريقيا فوتها محترفين بالضبط عشان نكون يعني وقعين جدا طبعا يعني احنا ممكن السنة اللي فات وصلنا نهاية كأسهم أفريقيا لكن بقوة الدفع الزياتي واسلوب دفاعي محد وبدوع الوالدين وحاجات كتيرة عشان نكون محترفين لأن احنا ان شاء الله بإذن الله بوجود محترفين ومع مدرب جيد مثل روي فيتوريا ان شاء الله قادرين على ان احنا ممكن نعمل شيء صحيح ان الظروف صعبة جدا وان بس عدد المحترفين ده الليل جدا وممكن ما سمحناش بالمنافسة في ظل قوة المنتخبات الأخرى لكن مين عارف كل شيء ورد في قرات القضاء طب انت شايف انعكاسات شوية المحترفين اللي حلتنا لما بينضموا للمنتخب المصري وبلعبوا يعني مرشاة في أي بطولة من بطولات هل يعني ما بتسمعش نوع الكلام اللي بتقال عن مشاركتهم مع منتخب بلدهم زي ما بتقال على مثلا اللعبين المحترفين في دول تانية مع منتخباتهم يعني حتى محمد صلاح بجلالة قادره كان لم يسلم في كتير من الأحيان لا دا خايف يدخل على الكورة لا دا بيحافظ على رجليه دا مش بنشوفه هنا زي ما بنشوفه مع ليبر بول نفس الكلام حتى تقال مع عمر مرموش بالمناسبة مع الفرق يعني فليه بنحس بأن يعني حجم الإسهام بتاع العبتنا المحترفين مش بالقوة اللي المفروض يكون عليها يعني فهم قصدي سؤالك يا كريم مهم جدا عفكة كويس انت اتكلمت في النقطة دي يعني أولا لما محترفين اللي بيلعبوا في الدائرات الكبرى بيلعبوا مع منتخل مصر أولا الصحافة الأجدابية بتصلت الدوق عليهم بقى في بعض المكشفين بيشوفوا الدنيا ماشية ازاي وبيشوفوا فيه لعهل فيه لعبة فيه أسماء أخرى فبتالي دا مهم جدا اللعبة للمحترفين اللي بيجوا أكيد شوفنا محمد صلاح يعني محمد أنني والأسمادي كلها لما كانت نتلعب مع منتخل مصر حماسهم زينا عايزين حققوا لقاء أفرق عايزين حققوا مجد شخصي يعني وفيش لعيب يعني مشوفنا ميسي رغم كل الإنجازات الأستورية الكريمة اللي حقق في مسيرته فرحته في كسل عالم أكنه ولا الطفل صغير لم يحقق أي حاجة في مسيرته لأنه رفع عالم بلده وقهد بلده وكسل عالم بعد غياب حوالية أكتر من 30 سنة فبالتالي أنا مختلف مع ده بشكل كبير جدا المحترفين بتوعنا يعني بيجوا عايزين يثبتوا نفسهم آه في بعض المباريات مثلا المباريات سهلة وهو بيحاول يعيب على أد المباريات وده عبليه نسبة زكاء ده مش عيب فيه إنه في بعض المباريات مباريات سهلة مثلا ضد النيجر ضد منتخبات سيراليوم منتخبات لها ضعيفة متوضعة فنية هو مش محتاج نفسه بالعكس بيعمل اقتصاد الموجود ولنهو كمان رزنامت المباريات عندهم مضغوطة جدا وعندهمش بقى فيه تأجيلات أو حاجة عندهم ضغط المباريات بشكل أنا عايزوك ضغط المباريات في السنة الفات تحديدا كان صعب جدا بسبب إقاطة كاس العام في منتصف الموسم وبالتالي لا أنا أختلف مع ده كلنا اللعب المحترفين ببعضين يجيوا يحققوا مجد مع منتخب بلدهم ولأن مع احترامي لأي مجد مع النادي مع الاندي أين كان يبقى المجد مع المنتخب البلد ده بأمر أخر وبالدليل اللي شفناه مع ميسي في كاس العام الأخيرة في قطر صحيح طيب تعالى نرجع تاني للفريمير ليج ورؤيتك للموسم الجديد اللي انطلق أهو بالفعل هل تعتقد مع نهاية الموسم وختامه سنتبقى صدارة برضو عند السيتي ولا مش شرط مش شرط لا طبعا لأن السيتي كمان عنده مشاكل السيتي بمناسبة عنده بكرة مباراة السوبر الأوروبي ضد إشبيلية وعنده غيابات مؤثرة جدا عنده روبين دياز مش هيلعب لأنه كان جالوا ارتجاج في المخ ولو أقل الاتحاد أوروب بالكرة القدم ما بتسمحش اللعيب لو عنده حصل لو ارتجاج في المخ إنه يلعب طبعا طبعا خوفا على الصحة كيفين ديبروين مصاب برنادو سلفة مش هيلعب مشكلة منشستر سيتي حتى الآن اسمه مش هيلن موجود هيلن ديبروين خرصك عايز إيه من باية النانس ده هو يعني ده الواحدة والسان يقدر يقوم بالماتش يعني منشستر سيتي عنده بس مشكلة في نص سمال أو في مركز الجنيح لأنه معاوضش حتى الآن رياض محرس بيحاول يفاوض على لوكاس باكيتا أنه يكون معاوض لجندجان الراحل وأيضا كيفين ديبروين ممكن متوقع غياب الفترة ديسة بالبسيطة فبتفاوض حيني على لوكاس باكيتا ما جابش غير صفقتين حتى الآن ما تكون فسيتش لعب وسط الملعب لكنه مش زي طبعا كيمة جندجان وطبعا يعني جافر ديول المدافع الثاني أغلى مدافع في طريق خرط القدم حاليا وطبعا لعب مهم جدا طبعا علاقة بتبريم ماليج ما بقللش بطبيعة الحال ما هذا مفروغ منه أرسل هيبقى منافس برضو قوي لكن أرسل أعتقد محتاج للنتمبر المدافع الجديد لسه جايبينه وكنحظه سيئ جدا احتمال يكون مصاب الروباط الصديقي غير فترة كبيرة جدا عن الملعب فما أعتقد أنه محتاج بديل ليه بشكل سريع جدا ومحتاج مهاجم صريحة منشستر ونات تشاهدته مباراته بالأمس دي كلها انطبعات مبدئية لكن عانا وولفر هامتون ما عندهش مدرب ما قامش بتدعيمات أنه وولفر هامتون يكون أكتر وأقرب للفوز ولم تحتسب ليه ركل الجزاء ما عافش حتى الان الفي أر إزاي لم يرجع عليها مشاري الصناعات اللي عنده أعتقد مشاكل ده بشكل مبدئي ليفربول محتاج تدعيمات يا كريم أيوة تعالي وقف عنده شوية وإن كنت برضو عايز أسألك على هل تعتقد أنه ممكن حسن من وضعه أو من مركزه في ترتيب الدولي النسخة دي ولا برضو هو لسه مكعب لا ليفربول عنده مشاكل كبيرة جدا يا كريم بشكل واضح يعني في وسط الملعب كان عايز يجيب مويسيس كاسيدو لكن طبعا للأسف يعني تشيلسي خطفه في صفقة تاريخية وكان رغمت اللعب اللي حسن رغم أن ليفربول اتفق على ضمه مع برايتون والغريبة أن هنا خطأ فادح في المؤتمر الصحفي أعلى نحن توصلنا للاتفاق مع برايته عظام اللعب أنت بتعلن ده وانت مش متفق أساسا مع اللعب بعد كده اللعب رفض الانتقال لك وزهب وقرر الزهب إلى تشيلسي وبتالي تشيلسي يضمه في صفقة تاريخية مهم 15 مليون استرلين أغلى لعب في تاريخ البيرمليج أيضا يعني لفيا لعب وسط ساوس هامتون رفض ليفربول لعب برضو خط وسط رفض ليفربول وانتقل وسينتقل منتظر انتقله أيضا إلى تشيلسي دعيم خط وسط تشيلسي ومالتالي لفربول عنده مشكلة كبيرة جدا في نص ملعب لأنه بعد رحيل فابينيو وهندرسون إلى الدور السعودي ما عندهش غير سبوسلاي ومارك اليستر طبعا لعب الأرجنتيني محتاج ليفربول محتاج واضح جدا كمان يا كريم في ماتش تشيلسي عنده مشكلة كمان في الجانب الدفاعي بشكل كبير جدا واضح جدا بريم كونية تقيل في الملعب مش خفيفة وفرجل فاندايك كبير في السن محتاج مدافع محتاج ظهير أيمن لأن ترينت أليكساندر أرنولد أعتقد يعني في الجانب الدفاعي كاريسي بشكل كبير جدا لا ليفربول محتاج إن أراد مش بس المنافسة علاقة بريمليك إن أراد تفادي كارسة الموصل الماضي يكونش متواجد في دورة طالق أوروبا علي بأقصى سرعة قبل غلق المركاد وإن يعمل تدعيمات لأن ليفربول بهذا السكوات الحالي هيواجه مشكلة كبيرة جدا مش عايزة أقول يعني أعتقد هيبقى مستبع لأن نفس علاقة بريمير ليج وفي نفس الوقت ممكن كمان يوجد خطر عدد المشاركة في دورة طالق أوروبا للمسلم التالي طبعا لأنت أبو تقول ده يجبرني إن أنا أرجع أتكلم معك تاني عن محمد صلاح منين محمد صلاح قال لأ للعرض الخيالي السعودي وهو مستمر مع ليفربول أمل منه في تحطيما مزيد من الأرقام القياسية والوصول مع الفريق ده أبعد نقطة نجاح ممكنة طبعا ده استحالة يحصل طول ما الفريق مكعبل والوضع زي ما نتكلم فيه طبعا ده حيأخر محمد صلاح بالظبط لازم يابد على ليفربول يتحرك بأقصى سرعة قبل الغلق المركاد وفي 31 أغسطس إنه يكون بتدعيم لعيب آخر في خط الوسط يكون لعيب جاي جدا مدافع أنا فوجة نظري يعني هو الكلام كله على لعيب خط الوسط لكن أنا فوجة نظري ليفربول محتاج كمان مدافع ومحتاج ظهير أيمن ولاعب خط الوسط إن قام ليفربول بهذه الصفقات دي أعتقد ليفربول سيكون منافس جدي على لقابة بريمير ليج وأيضا على المراكز المؤهلة للشامبيونزيج المسلم مجموعة بإذن الله طيب الأسبوع اللي فات ابتدت مجموعة من الدوليات الأوروبية انطلقت فعالياتها بالفعل تعالي نقول كده في الجولة الأولى وطبخاً اللي أنت شفته في الدوليات الأوروبية المختلفة أكتر حاجة لفتت نظرك في أي دوري منهم كانت إيه والله يا كريم أنا فوجة نظري يعني الدوري الإنجليزي طبعاً هو الدوري الأكثر يعني جمهيري على مستوى العالم عشان يكون يعني واضحين وإصارة وكل حاجة الدوري الأسباني اتشافي الطرد فيه درب الجزاء مش عارفين لبرشلونة ولأ الاعتراضات ده عندهم زي عندينا نفس الكلام اتشافي طلع هاجم ربط الدوري الأسباني وقال إحنا متقدم منتج فاسد إن مدرب برشلونة طلع قول إحنا متقدم منتج فاسد ومش عارفين نسوقه دي تصريحات خطيرة جداً من مدرب نادي بحجم برشلونة ريال مدريد رفض يعمل إجراء مقابلات تلفزيونية بعد المباراة وبالمناسبة وقع عليه عقوبات مالية لأن هناك ما فيش أي تسامح في القصة دي عشان فيه عبود متوقع مع الشركات المالكة الحقوق بس التلفزيوني دوري الأسباني فالدوري الأسباني بدأ بمشاكل فوجة نظري برى الملعب أكتر من جوة الملعب فيه خلافاته ومشاكل بعض وحتى جوة الملعب آخر كم موسم من الدوري الأسباني فيه هبوط في المستقل بعافية كده وعلى فترة نفس الكلام بحزة فيه ويمكن أكتر بكتير في الدوري الإيطالي مثلا الدوري الإيطالي إيه اللي حاصل الجماعة في إيطاليا طب وين عليهم فيين أيام ما كانوا يعني واخدين العين والقلب وكل حاجة بدوي قوي جدا بفرق كل مستواتها متقربة جدا بنجوم يعني وكانهم يعني نجوم سينما موجودين في الدوري الإيطالي إيه اللي حاصل عندهم والله يا كريم الدوري الإيطالي مشاكله كبيرة جدا أولا هروب الاستثمارات هناك فيه مستثماري والأندية مملوكة معظمهم يعني لملاكة وكانوا متعكزين جابت على برلسكوني برلسكوني يعني أبس لا لكن أعتقد النقطة الفاصيلة كان فضيحة الكالش بوليسا 2006 وهبوط يوفينتوس والفضائح المالية والرشاة والتحكيم المالية إذلك الدور الإيطالي بدأ يتراجع بعد الشيء الاستثمارات مع ذلك الدوريات دي كلها مولاعة الدنيا هي تقريبا الاستثمارات دي اللي خربت الدنيا وأنقصت متعة المشاهدة والله يعني يعني في حالات يعني في البريمير ليج شاهد في الاستثمارات من خلال النوع دي يعني كمة التسوقية بتاعته أكريم ممكن توصل بتعدي أنا مش مبالغ ممكن توصل 60 أو 70 مبالغ حالية البريمير ليج اللي وصل لمرحلة الحقوق البس التلفزيوني في سنة واحدة بالخمسة والستة حاجة يعني خمسة والستة مليار سترين المملك طبعا ضخمة جدا لكن ده نتاج عمل 30 سنة وده بيحلطي طبعا في الدوري السعودي الدوري السعودي بداية من الموسم ده لكن نرجع الدوري الإيطالي عايز أقول لك كريم أن معظم أندية إيطالية ما عندهاش ما عندهاش ملاعب مملوكة ليها باستثناء يوفينتوس نافه لي بلعب في ملاعب تابعة البلدية حاجة زعر حاجة زعر يعني ده أنا أنا مسلم مشاجعين الدوري الإيطالي كان طالما محط أنا بقولك أنا من مشاجعين أتمنى أن الدوري الإيطالي يرجع كما كان يعني صابق عدو بإذن الله في المستمع إن شاء الله إحنا وقتنا انتهى يا دبالح أشكرك شكر جزيب نورتني ومشرفتني بحلقات النهار هذا الشرف يا كريم على طول نبطل معك عطل ربنا يا خليك وأكيد الشكر موصول حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حس المتابعة علينا في حلقة النهاردة وإن شاء الله بإذن الرحمن يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير بكرة بإذن الله بالمناسبة لسيتقول لحضراتكم بكرة إن شاء الله حتكون آخر حلقة للبرنامج قبل أسبوع أجازة إحنا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله حيكون أجازة ونرجع نلتقي مع حضراتكم في آخر أسبوع من أغسطو بس إحنا مع بعض بكرة إن شاء الله شكرا على المتابعة وشوفكم على خير صباح الفجر